السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأستاذ الأفاضل أبنائنا الطلب الأعزاء ورشتنا لهذا اليوم التلفث الضوضائي والآثار المظهر المترتبة عليه وطرق مواجهتها تقديم الأستاذ الدكتور رحكي مشاكل حسن من جامعة بغداد كلية تمريض فرع تمريض البالغين طبعا هذا هو الجزء الثالث من الوارشة البيئة الضوضاء واثارها على الإنسان الأصوات التي تصدر عن مختلف الكائنات الحية والآلات التي هي من صنع الإنسان جميعها تعبر عن مظاهر الحياة وهي ضرورية للإنسان يميز بين الأشياء هي بحد ذات لغة خاصة للتفاهم ونقل الأفكار وهذه الأصوات تسبب الضوضاء وضجيج وهي موجودة أينما تذهب وفي أي مكان تقريبا عندما تكون هذه الأصوات مرتفعة تسبب الضجيج والفوضى مما يؤثر في الجهاز العصبي والسمع للإنسان بشكل سلبي وهو ما يسمى بالتلوث السمعي أو الصوتي الحال يكون في تقليل الأصوات قدر الأمكان وذلك بانتحاط المدن بحزام أخضر أبعاد المصانع عن المناطق السكنية وأيضا استخدام كاتم للآلات منع استخدام الآلات المنبهة في الشوارع استخدام جدران المنازل بمواد عازلة للصوت الإبتعاد قدر الأمكان عن الأماكن التي يصدر بها أصوات عالية مراعاة خفض الصوت عند تصميم الطرق وذلك بتركيب الآلات والأجهزة الثقيلة على قواعد مواسات أو مواد عازلة للصوت وإذا ما اتبع كل إنسان الطرق الطبية بالفحص الدوري الشامل خاصة من أولئك الذين يتعرضون للأصوات العالية والآلات فأن نصفة الإصابات بالتلوث السمعي تختلف تنخفض أن استخدام الوسائل الوقائية التي تحمي الأذينين والرأس تؤدي إلى التقديل من نسبة المرض والانعزال عن تن العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر